على ذكر العلوم الفضائي دكتور أحمد إحنا في شهر أكتوبر شهر كده أو اتنين وفي ديسمبر نلاقي موضة إيه العام الملادي الجديد التوقعات والنجمة بتاعك والعملية التنجيم والتوقعات وعدد من الناس مالوا الحقيقة وسائل الإعلام اللي حديث عن مثل هذه الأمور أين العلم في مثل هذا النوع من الأمور؟ والله يا سيد شريف إحنا يعني في هذه الأونا يعني في الوقت ده بالذات يعني حنلاقي من وقت للتاني كسرة البرامج اللي بتتكلم أنا شكل إيه في العام القادم وأنا حظ شكله إيه في العام القادم ده له أصل في علوم الفضاء يا دكتور؟ نهائيا أنا ما عنديش أصل لارتباط حركة النجوم أو الأجرام السماوية بما يفعله البلد والعباد نهائيا قولا واحدا وده سحر شعوازة أعتقد زملائي يقدر يأخذوا عنوان هنا مهم جدا كل يعني ده أي كلام عن فكرة التوقعات والتنجيم ومتوقع وفاة مش عارف رئيس دولة وحرب فين مناجما وساحرا والنجم بتاعك هيدخل في التقص نهائيا مناجما وساحرا ولو هو يقدر ينفعني كالنفع نفسه هو لو يقدر يعني يستنبئلي الخير بتاعي يستنبئلي نفسه وهو يعني يعيش حياة كريمة زي ما هو بيقول لي أن أنت عندك مش عارف فكرة هيجيلك عندك إيه حيتخش عليه كل ده ما ليش أساس لا علمي ولا ديني بس الكلام بمنهجية علمية عن صفات الأبراج والكلام ده له أساس أيضا علمي يا دكتور يعني هل في جانب من العلم أفرح أنا ربنا لما ألف القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون ما هي علامات النجم؟ أي أن النجوم تتشكل في مجموعات في السماء تشرك علينا كل شهر شكل معين بيجيلي كل شهر في السماء كانوا بيستدلوا بيها زمان في رحلات الصيف والشتاء البحارة بيعرفوا منها فلا أصول فربنا عظم من كتر التنبؤ والتفكر في ملكوت السموات والأرض فحفظوا شكل النجوم في سفارهم رايحين جهين أنا النهاردة ما ببصش للسماء أصلا أنا بابة طالع كده بضرب شوية أرقام قدام بعض وبقول إن كوكب زوحة ده كوكب النحس حيخش على موارد السرطان والعرب والجدي نسب طلاق ونسب فكر ونسب كذا ونسب كذا ونسب كذا خلاص ده السماء تعرفض على أن أرتبط بهذه الزوج أنا بابة حلل بقى الكلام كلام ده غير دقيق آه طبعا وغير علمي طبعا وخلاص ده الكوكب نفسها بتقول إن إحنا مش متوافقين كوكب نفسها بتقول إن أنا وإنت مش مشين مع بعض فأي مشكل تحصل ده أقدار إلهية مقدرة أنا مليش فيها أنا استحالة خلاص فإن نوع من أنواع الشطط طبعا ويجي واحد عليها تاني يقول إيه زي مثلا ما كان في حادثة أخيرة للستة اللي قتلت ابناء قتلت نستمد الطاقة من السماء إن أنا موت ابني إيه هي الطاقة اللي قتلت من السماء وواحد تاني الطاقة الروحية زي اليوغا والسلام النفسي وكذا ده كله كلام ليس له أصل من العلم وليس له أصل من الدين ترجمة نانسي قنقر